السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حبيب قلبي؟ رجع لكم بفكرة جديدة وبسيطة وسهلة سنعمل مع بعض النهاردة التومية لكن قبل ان تشاهدوا الفيديو اريد تنزلوا وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا بجرس عشان يوصلكم كل جديد معنا هنا اثنين من البطاطس حجمهم كده صغير سنقطعهم كده مكعبات او ممكن تستخدمي بطاطسايا كبيرة كما تشاهدون كده سنقطعها مكعبات ونضعها كده في مياه على النار لحد ما تتسلق كويس تمام؟ لنضيف لها اي حاجة هنسيبها كده في المياه بس ولا هنضيف ملح ولا اي حاجة تمام؟ اريد اقول لكم بجد تعمها حلو جدا واحلم بتاعت الشارع بكتير وهتعجبكم ان شاء الله وتعم البطاطس حلو فيها يعني مش باين خالص حلوة بجد بصوا هنا البطاطس خلاص استوتها وتلعتها تمام؟ هنسيبها بقى كده تهدى لحد ما واريكم المكونات بتاعتنا معانا هنا ربع كباية من المياه ونص كباية زيت حوالي معلقتين كبار من الخل وعصرة لمونة تمام؟ لمونة كاملة وادي البطاطس هنا اهي خلاص جاهزت معانا ومعانا هنا معلقة من الملح ونص معلقة فلفل اسمر وحوالي فاصتين توم مفرومين كويس تمام؟ هنحط كده المكونات بتاعتنا في الخلاط عشان نضربهم كويس مع بعض وهنحط نص كمية الزيت الزيت هننزل بيتا درجيا لحد ما تتقل معايا ولو طبعا عازت منك شوية زيت تاني مثلا صغيرين ولو حاست ان قوامها خفيف شوية هتزاودي الزيت عشان الزيت هو اللي هيتقلها معاك تمام؟ اعيز اقول لكم بجد طعمها حلو جدا وهتعجبكم ان شاء الله اتمنى انتو تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات لو لو تلعت حلوة معاكو زي ما انتو شايفين كده انا حطت نص كمية الزيت بعد كده ننزل بالتاني تدرجية زي ما انتو شايفين كده ده الشكل النهائي بتاع التومية بتاعتنا شكلها حلو وقوامها متمسك كده وحلو جميلة معانا وهي مش تقيلة ومش خفيفة يعني انا القوام ده كده حلو معايا حبتت زيت لحد ما اخدت القوام دوت تمام؟ تعالوا بقى نفردها مع بعض في العيش السوري اللي انا عاملاوها بقى ننزل لكم الفيديو بتاعه ان شاء الله قريب بس اشتركوا في قناتي علشان يوصلكم الفيديو وفعلوا الجرس عشان يجيلكم اشعار بالفيديو الجديد زي ما انتو شايفين كده هنحط التومية على العيش السوري الاول وبعد كده انا حطى مستخدمة بنيه و بطاطس محمرة ونشف البطاطس زي ما انتو شايفين كده سير نشفان البطاطس ان انت بعد ما تقطعيها تحطي عليها معلقة من الملح وحوالي معلقتين خلي وتسيبيها منقوع فيها كده حوالي عشر دا اربع ساعة وبعد كده تحمريها على النار هتلاقيها مقرمشة معاك وحلوة جدا زي ما انتو شايفين كده انا لفت العيش السوري بالطريقة دايت وهنا هو هنحمره كده بحوالي نقطة من الزيت في الطاصة بتاعتك وتحط العيش السوري بتاعك كده وتضغطي عليه كده بأيديكي ضغطة بسيطة لحد ما يحمر تمام؟ احلى من بتاع بره بكتير وكمان حاجة انت ضمنها لأولادك وعملها في البيت بأيديكي وهم هتبطل بجد تشتريها من بره واتمنى فعلا انتو تجربوا التمية وان شاء الله هتعجبكم ومفيش احلى من اكل البيت يا جماعة وما توقفوش نفسكو تاني بقولها ما توقفوش نفسكو على اي مكون عندكم في البيت كل حاجة نقدر ان احنا نعملها في البيت لأولادنا بمقدير سهلة وبسيطة جدا وان شاء الله وتعجبكم وتكون الوصفة خفيفة ومقدرها متوافرة وزي ما انتو شايفين كده الي عاش السوري من جوة انا فتحت اهو بص لتمية بجدة عمها كانت تحفة فيه اتمنى انتو تجربوها اتمنى انتو تقولولي رأيكم وان شاء الله في وصفة تاني للتمية هنبقى نعملها مع بعض بس الوصفة دي حلوة جدا 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 واتمنى انتو تجربوها لا تنسوش تعملولي لايك للفيديو واشتراك في القناة اتفعلوا الجرس لكي يوصلكم اي اشعار باي فيديو جديد نعمله مع بعض واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله هتوحشوني جدا مع السلامة